وتظهر الصور التي تناقلها مغردون على نطاق واسع صفوف مصلين مختلطين رجالاً ونساء في مسجد مصطفى محمود عام 2015 كما لقيت الفيديوهات التي نشرت على مشاهدات عالية وعبر هاشتاغ صلاة رجال ونساء تبينة الآراء ووصف مغردون الحدف سياسياً على اعتبار أن هذا ما حل بالإسلام في مصر في عهد السيسي وتساءل مغردون كيف تبدو صلاة العيد في مصر بعد قمع التدين والإسلاميين وكان الملاحظ أن أغلب المتداولون للفيديو لم يكنوا مصريين فقط بل صدرت الانتقادات على حساب النشطاء في الدول العربية كلها وكتب مغرد تعليقاً على الفيديو هذه أمريكة الإسلام بدأ الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتقل إلى البلاد العربية عبر الجماعات متأسلمة وفق تعبيره وذهب آخرون إلى البحث عن حكم الدين في ذلك وأثار الفيديو سخرية العديد من المصريين لا شك أن صلاة العيد في مصر شهدت العديد من الأخطاء والتجاوزات التي انتشرت بشكل كبير وللأسف أصبحت سمة من سمات صلاة الأعياد في مصر في ظل عدم تنظيم الأزهري لها وهذا وتشهد مصر أرقام قياسية في عدد حالات التحرش التي تزداد خاصة في الأعياد الدينية والوطنية وذلك مما جعل كل رب أسرة أو شاب يأخذ عائلته بجواره في الصلاة مما أدى إلى ظهور مهزلة كبيرة في الصلاة حيث تطور الأمر إلى أن هناك مجموعة كانت تتجه لمكان ما تعتقد أنها القبلة ومجموعة أخرى في نفس المسجد وأثناء الصلاة ذاتها تتجه لاتجاه آخر تماما لكن الأمر فاق المتوقع لتظهر صورة انتشرت بشدة على شبكات التواصل الاجتماعي لفتاة تصلي بجوار شاب وعلى رقبتها صليب حيث علق عليها بعض الشباب أن المسيحيون يندسون وسط المسلمين ليشاركوهم صلاة العيد ويتعمدوا ظهورها بهذا الشكل الخاطئ ولكننا ننقل لكم الحقيقة فالصورة المتداولة قام أحدهم بالتلاعب عليها بالفوتوشوب لتظهر بهذا الشكل وتشيع الفتنة ترجمة نانسي قنقر